السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم عن تحويل الصور اللي فيها نص أو كتابة إلى نص مكتوب على الورد للتعديل طبعا إذا في حدا مثلا بعثت لك صورة عن كتاب وبدك تتبع له إياها مثلا ولقيت أنه فيها أخطاء أو بدها تعديل فإذا كان الصورة رح تتغلب فيها فبدرس اليوم إن شاء الله رح نعلمكم كيف تحولوها بخطة واحدة فقط طبعا إحنا فاتحين على صفحة جوجل كروم زي ما أنتم شايفين ولازم يكون عندنا إيميل جيميل وداخلين فيه على المتصفح بعد هيك بنيج على تطبيقات الجوجل اللي هي جوجل أبليكيشن من هاي النقاط اللي فوق بعض نضغط عليها بنيج على Drive بعدين بنيج على الإعدادات ننزل تحت بنتأكد أنه فيه صح على هذا الخيار إذا شفنا حالنا متغلبين في اللغة الإنجليزية هون بنيج على Change Language نضغط عليها عندنا إنجليز وعربي بنيج على العربي بس نضغط على السهم تحول معنا العربي بنيج على Google Drive بس نعمل Refresh تحول معنا العربي زي ما أنتم شايفين هي تحويل شيء هاي اللي بدنا إياها تحويل الملفات المحملة إلى تنسيق أدوات تحرير مستندات Google اللي هي الورد بنرجع لإنجليزي بس نضغط على السهم بنيجي هون Refresh زي ما أنتم شايفين نرجع Back الآن راح أورجيكم الصور في عنده صورتين في العربي وفي الإنجليزي لغتين عربي وإنجليزي هاي اللي إنجليزي زي ما أنتم شايفين صورة English.gpg هاي اللي امتداد تبعها نيجي على الثانية زي ما أنتم شايفين عربي Arabic dot bank اللي هي صورة برضو ما في أي تحديد سيليكتع صورة نسكرها لنرجع للجوجل جوجل درايف نيجي على new file upload هاي الصورتين بنحملهم بنعملهم select open تم التحميل بنجي نضغط على show file location ظهروا معنا هون زي ما أنتم شايفين بنجي على أول وحدة على Arabic file right click open with google document نضغط عليها زي ما أنتم شايفين بتظهر الصورة في الأول هاي صورة والنص بيجي تحت بنعمل له select بنجي بنكبر الخط زي ما أنتم شايفين كل سهولة بنجي مثلا أو بنجي بنحذفها الصورة بنحذف line هاي النص معنا زي ما هو موجود في الصورة بنعدل بعدين من هون زي ما بدنا نرجع الآن لل google drive ظهر معنا شوفوا كمان ملف document هون بنجي على اللغة الانجليزية ندرب عليها برضه right click open with google document zai ما تشايفين نفس العملية بتظهر الصورة في الأول هاي صورة والنص بيجي تحتها بنعمل له select right click copy بنخذ على ملف الورد right click best زي ما تشايفين هاي النص بنعمل select all بنغير الخط بن هون زي ما بدنا بنختار الحجم بنعدل مثل ما بدنا نجي برضو انتر نعمل صفحة ثانية بنجي على google document هاي العربي هاي copy ملف الورد برضو هاي control zai ما تشايفين نصوص تحولت معنا بكل سهولة عن طريق google drive اه وبهيك انتهينا من اه شرح درس اليوم انشاء الله تكونوا استفدتم معنا اه وشاكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة